أما الآن فينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاينيوز عربية نيدال كان عنا مرحبا بك نيدال كانت عبرت إسرائيل في وقت سابق عن ثقتها في أن محكمة العدل الدولية سترفض مزاعم جنوب إفريقيا بأن ما ترتكبه إسرائيل يرتقي إلى إبادة جماعية كيف يتحضر الداخل الإسرائيلي اليوم لمقرارات هذه المحكمة؟ نعم ميشي عمليا إسرائيل ربما للمرة الأولى في تاريخها تولي أهمية لمثل هذه الدعوة المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية في السابق حكمت إسرائيل غيابيا إن صح القول مثلا في قضية جدار الفصل بين إسرائيل والضفة الغربية إسرائيل لم تحضر المحكمة ولم تعترف بالمحاكمة ولا بقرارها في حينه الذي نص على أن الجدار غير قانوني لكن في هذه المحكمة الأمور تختلف أولا هنا نتحدث عن قضية إبادة جماعية وبالنسبة لإسرائيل هذه قضية مهمة جدا أن يتم اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية وإسرائيل تبني أصلا كل فكرها وتاريخها على أنها تعرضت للإبادة الجماعية أو أن الشعب اليهودي تعرض للإبادة الجماعية ثانيا لأن بإمكان المحكمة الآن إصدار قرار يوقف الحرب وإسرائيل لا تريد المخاطرة بمثل هذا القرار فإسرائيل تحضرت لهذه المحكمة أرسلت قاضيا من طرفها وطاقما قضائيا للمشاركة في المحاكمة بالأمس أيضا كان هناك اجتماع لدى مكتب رئاسة الوزراء شارك فيه وزير العدل الإسرائيلي المستشار القضائي للحكومة مستشارين قضائيين وقانونيين للوقوف على موقف إسرائيل إزاء القرارات المحتملة من المحكمة بالنسبة لإسرائيل هناك الحل الأمثل هو أن ترد المحكمة هذه القضية وبالتالي تبرق إسرائيل تماما لكن إسرائيل تعي بأن هذا احتمال تقريبا غير وارد إسرائيل أيضا تتأمل بأن لا تأخذ المحكمة إلى الحد الأقصى وتقرر أن على إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة والانسحاب من داخل القطاع أيضا إسرائيل تقول بأن هذا ممكن لكنه احتمال ضئيل لكن بين هذا وذاك هناك الكثير من القرارات أو الاحتمالات التي يرجح أن تتخذها المحكمة مثل خفض مستوى القتال الانسحاب ربما من بعض المناطق الانسحاب من المستشفيات إدخال مزيد من المؤن ومن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أو إدخال حتى طاقم تحقيق من قبل المحكمة أو من قبل الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق داخل قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل هناك بعض القرارات التي يمكن أن تتساهل فيها إسرائيل وتتماشى معها وبعض القرارات بالنسبة لإسرائيل هي خط أحمر شكرا جزيلا لك محرر شؤون الإسرائيلية في سكانيوز عربية ندارك نعنا